بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم hello everybody ان شاء الله دلوقتي انا حل تمرينات الواحدة التسعة الواحدة التسعة زادة ابتدائي انا احل تمري التدريبات من كتابة بايبت يعني اللي معاك كتاب ممكن يفتح الكتاب ويراجع معايا اكسوسايزز على لسن وان بيج فون هندو تفورتي فور صفحة مية اربعة واربعين number one listen and circle طبعا السؤال الاول بيبقى listening استماع وده بالنسبة لطلابنا في تربية والتعليم لكن بالنسبة لطلاب الازهر مفيش سؤال listening بيبقى اختياري محادسة قصيرة ولها اجابتين ونختار من الاجابتين هنروح بقى number two على طول number two برضو في تربية والتعليم بيبقى listening لكن في الازهر لأ المحادسة هتكيلك وانت هتكمل المحادسة لوحدك نحل مع بعض الديالج بتاعتنا so how could I ask you a few questions sure go ahead how many female pilots work for your airline طبعا لازم نتحافظين الconversation او المحادسة اللي اتجي لنا في اليونت احنا عندنا في الترب خمس وحدات وكل واحدة فيها محادسة لازم نحفظها هتسهل لنا حاجات كتيرة جدا وإحنا بنحل يبقى كلمة نقصة في number one هتبقى airline وايرلاين زي ما قلنا معناها شركة طيران او خط جوي شركة طيران هنا I think one third of the pilots are female one third one third يعني التلت do you ever fly abroad abroad يعني خارج البلاد do you ever fly abroad yes I have an overseas flight once a month flight يعني رحلة بالطيارة قلت لها عندي رحلة برا البلاد مرة في الشهر thanks for your time نروح على choose number one do you like being a teacher like بيجي بعدها verb ing يعني فعلا ما تضف له ing do you like being a teacher يعني انت حاب ان انت تشتغل teacher مدرس number two how many female pilots work for egypt airlines يعني كم عدد استاتي اللي بيشتغلوا طيار في شركة مصر طيران how many جبنا how many ليه عشان female pilots دوت plural noun اسم جمع وبيعد countable noun اسم جمع وبيتعد يبقى نسأل عليه بكام العدد اللي هي how many ماينفعش هنا نستخدم how much طبعا how much بتجي مع الكميات بس thanks for your time captain noha الpreposition حرف الجر اللي بيجي مع thanks هو four number four the captain always has a co-pilot المساعد بتاع الكابتن كابتن اللي هو قائد الطيارة الطيار بيبقى معا اي يشتغل معا يساعده co-pilot مساعد طيار number five there are fifty pilots working for our airline pilots عيشتغلوا فين البايلتس الطيارين في الشركة الطيران airline number six do you fly a plane by yourself بتطير بالتسوق الطيارة بنفسك لوحدك يبقى by yourself number seven could we ask you a few questions ممكن نسألك بعض الأسئلة القليلة a few questions يعني أسئلة قليلة questions ديت حاجة بتتعد countable plural noun اسمي يعد وجامع في نفس الوقت فهنجيب لها اي هنا ما ينفعش معا الحاجات التانية دي هنقول اي a few questions ما جا أقولها أسألك شوية أسئلة قليلين ما ينفعش برضا قول a lot questions a lot أقول a lot of لكن a lot هنا ما تنفعش قبل questions يبقى نختار a few وزي ما قلنا حفظ المحادثة هيسهلنا حل كل الجمل دي number eight هودا is a female pilot female pilot لأن هودا اسم بنت كما أقول عليها طيور واحدة ست نقول عليه كده a female pilot نروح على الباسجي بتاعتنا القطعة تامر and هاني are writing for the school newspaper يعني تامر و هاني بيكتبوا مقالة لمجلة المدرسة أو جديدة المدرسة they are making an interview with a pilot about her job يعني عاملين interview interview عن مقابلة شخصية مع pilot واحدة ست الطيور عن وظيفة بتاعتها كابتن هودا told them that one third of the pilots who work for her airline are female يعني كابتن هودا لقيت لهم ان تلت الطيارين اللي بيشتغلوا معها في الشركة ستات she has an overseas flight twice a month عندها رحلة برا البلد مرتين في الشهر twice يعني مرتين she always has a co-pilot دايما معها مساعدة طيور she flies the plane by herself يعني بتسوء الطيورة لوحدها تامر and هاني thanked her at the end of the interview يعني تامر و هاني شكروها في نهاية المقابلة الشخصية choose number one one third of the pilots are are female are female in هودا's airline طبعا ما ينفعوش هي قالت في القطع one third of the pilots are female يبقى مش هينفع نختار اي اجابة تانية number two هودا works as بتشتغل هي ايه pilot yes تمام number three where can you read about تامر and هاني's interview يعني ممكن تكرأ الانتربيو دي فين بقى اللي هم عملوها طبعا هم عملينها عشان the school newspaper يبقى أنه ممكن أشوفها in the school newspaper number four how many times a month does captain هودا fly يعني ايه يعني ايه how many times يعني كم مرة في الشهر captain هودا بتسافر بالطيارة بتسوى الطيارة بتاعتها دي في الشركة she flies twice a month يعني بتسافر بالطيارة مرتين في الشهر twice a month خلي بالنا flies أما جانا نجاوب هنا حطنا ال fly أعلبنا ال y i وبعدين زودنا es للverb عشان لما يبقى عندي ضز في السؤال لازم في الإجابة أحط للفعل es بس fly عشان أخرها y قبلها حرف second هقلبها i es number five write a paragraph of seven sentences هايز نكتب paragraph من سبع جمل عن ايه بقى an interview with a pilot يعني مقابلة شخصية مع طيار طبعا احنا هنستخدم الجمل اللي احنا شفناها في ال conversation بتاعتنا في المحادسة وزي ما قلت تاني برضو بأكد حفظ المحادسة مهم جدا هيخليني حل كل التمرين دي بكل بساطة ده مثال الجمل اللي احنا ممكن نكتبها وطبعا مش لازم نحفظ الparicraft لازم نتعود نكتب من نفسنا لكن ده مثال بيفهمنا ازاي نكتب يعني نقرأه الاول وبعدين نجي مع نفسنا كده نجرب نكتبه تاني من دماغنا ونزود حاجات نشيل حاجات زي ما احنا عايزين يعني مبارح انا عملت interview مع كابتن هودا عشان المجلة المدرسة بتاعتي كابتن هودا دي بتشتغل ايه؟ برضو كل ده من المحادسة تلت المطيرين اللي معاها ستات برضو دي عندنا في المحادسة بتاعتنا عندها رحلة في الشهر بره مصر ما بتسوقش الطيرة الوحدة عندها دايما مساعد طيار حبيتها اوي كابتن هودا دي كانت مقابلة لطيفة زي ما انت شايفين استخدمنا كل الجمل اللي قابلتنا في المحادسة بتاعتنا وكمان ضفنا في النهاية بقى جمل نختم بيها كلام بتاعنا او كابتن هودا كانت مقابلة لطيفة يبقى دي الطريقة لو جلنا paragraph or email عن an interview with a pilot او يقولي you're visit to the airport اي حاجة خاصة بالكلام ده نستخدم فيها جمل زي دي كده لي arrange number six number one هاتط لي خط تحت ضز يعني هبدأ بيها does she ever have a co-pilot دي سؤال يبقى ترتيبه كده does she ever have a co-pilot بعد الضز هاجي بالفاعل بعدين ever بعدين فاعل في المصدر number two I have an overseas flight once a month I have an overseas flight once a month دي طبعا نقوم لها في المحادسة بالضبط number three how often does she fly abroad how often does she fly abroad نفس الكلام في تكوين السؤال how often بعدها ضز الفعل المساعد بعدين الفاعل she والفاعل في المصدر fly ونكمل الجملة number four I always have a co-pilot I always have a co-pilot punctuate number one وإحنا بنحل سؤال punctuate الأحسن نكتب الجملة كاملة ما نكتبش بس الحروف اللي احنا هنزبطها نكتب الجملة كاملة أفضل number one thanks التي بتاعتها تبقى capital thanks for your time captain مروة دي طبعا جملة عادية مش سؤال أول هيبقى حرف capital وفي الآخر طالما جملة عادية بأخيرها full stop number two do you fly by plane ده بقى بدء بدو يبقى سؤال سؤال بمعنى هل yes no question الدي هتبقى capital وفي الآخر question mark ده كده التمرينات الدرس الأول lesson one unit nine في الواحدة التسعة وإن شاء الله نتابع مع بعض الاستمرار نكمل منهجنا بإذن الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر